أكد رئيس عبدالفتاح السيسي تمسك مصر بوحدة واستقرار اليمن مع دعم جافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لحل الأزمة في اليمن سياسيا وخلال لقائه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنية رشاد العليمي على هامش أعمال القمة العربية في البحرين شدد رئيس السيسي على موقف مصر تابت والدعم للشرعية متبثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية وأوضح متحدث الرئاسة أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي تمنى من جانبه الموقف المصرية مشيدا بالدعم الذي طلقه أو طلقه بلادهم من مصر على مستويات السياسية والإنسانية كما أضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين حرصا على التشاور بشأن تطورات راهنة بمنطقتين البحر الأحمر وخليج عدن حيث أكد ضرورة تكتيف جهود حلحلة أزمة قطاع غزة ومن ثم خفض حكم التوترات الرهنة بما ينعكس على الوضع في البحر الأحمر وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين دول المشاطئة للبحر الأحمر باعتبارها صاحبة المصلحة الرئيسية في استقرار الأقليم وسلامة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي شكرا